موسيقى الله العظيم دايما يوسف بيظن ظنون حقيقي يعني هو قاعد عمال متخيل ان انا هقول بتاقى العمال يبصلي بترفع عينه وبتاقى يوسف ان انا بشكر فيك يوسف وكانش اه طب ازاي ده حبيبي طيب باعتبار مسألة ده حبيبي الاول اهلا بحضرتكم الاقتصاد حبيبي الفلوس حبيبتي ونور عيني طيب فلوس يعني انا عايز فلوس كتير بالمناسبة مش من الناس اللي عايزة فلوس كتير يعني انا ونسا بتوعي تقولي يا سلام سلم كده يبا معايا فلوس اكمل تعليم الولاد في جامعة حلوة واجاوزهم واجهزهم ويبقى عندي ارشين اعيش بيهم الى ان اقابل وجه رب كريم بس يعني اقصى طموحاتي في الحياة هي كده وانا اظنها دي طموحات مشروعة جدا وجيدة ومحترمة وميد فل واربعتاشر يعني ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الخير لكن انا احب الفلوس تخش البلد احب الاقتصاد يزهزه وينور احب الصناعة تزدهر في هذا البلد كل يوم اكتر واكتر 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 طيب انا من الناس اللي تشجع جدا مسألة الصناعة وتشجع جدا ان الدولة تستثمر في الصناعة وفي نفس الوقت اشجع جدا انه يبقى فيه بالمصطلح الستينياتي القديم كده لانه مصطلح حلو كده يبقى فيه رأس مالية صناعية ما بينقصين وطنية طيب يعني ايه؟ يعني يبقى صناعيين كبار مستثمرين في المجالات الصناعية الكبيرة هم حطين قدام عينيهم هدفين جنب بعض فلوس يكسب ودحقه مفيش حد ضد ان بني قدم يكسب ويكسب كويس والحاجة التانية مصلحة البلد يبقى لما جي اصنع مثلا مثلا مفكرش بقى ان انا هقعد اصنع فوانيس رمضان على شكل كورومبو لكن اصنع صناع تبقى قدرة او قبلة ان انا اوطنها في هذه البلاد وتؤدي الى المزيد من البحث وبالتالي تؤدي الى المزيد المزيد من التطور التكنولوجي وتطوير البحث العلمي في البلاد صناع بتجيب فلوس وتؤدي الى ذلك بالمناسبة اي صناعة جدة تؤدي لكده اي صناعة جدة هتجيب جدة تجيب فلوس وتعمل بحث علمي تجيب فلوس وتطور تكنولوجيا تجيب فلوس طالما انها جدة ويتم توطنها داخل البلاد حلوة قوي فيبقى عمليا رجل الاعمال كسبان البلد كسبانة طب اذا افترضنا ان الاستثمار ده كله على بعض هو استثمار مش كل اللي في بلد يعني استحالة ومفيش بلد بالمناسبة كلها استثمارات القطاع الخاص استحالة يعني حتى امريكا عشان بس تبقى فاهمة انه ايام الازمة المالية او الاقتصادية الكبرى في 2008 الدولة دخلت لدعم صناعة السيارات واستثمرت جوه كبريات مصنع السيارات في ولاية ميتشجن قلعة صناعة السيارات في امريكا والولايات المتحدة الامريكية او في العالم كمان عشان بس تبقى فاهم ما تبقاش بتقول كلام بيحفظه لك نا المسألة مفيش كده الرأس المالية المطلقة دي مش موجودة يعني خالص ومش هتبقى موجودة اه ليه على اطلاق لكن هرجعك على تاني انه يبقى في عندنا مستثمرين وانا اظن ان في عندنا بعض الناس في مصر جدين جدا وطنيين جدا وعندهم قدرات هائلة كل اللي هم محتاجينه التطمينات من ناحية ومن ناحية تانية التيسيرات والتسهيلات عشان يعرف يشتغل حلو الكلام؟ طيب هنا هتشوف الدولة بتتحرك ازاي الدولة بتتحرك في اطار انها عايزة المستثمر ده يكبر ويشتغل هل لو المستثمر كبر ويشتغل الدولة ما تستفيدش لا تستفيد ازاي؟ المستثمر صنع يبقى اوجد لي فرص عمل المستثمر طور يبقى ساعدني في التطوير والبحث العالمي والتقدم التكنولوجي المستثمر باع دفع لي ضرائب المستثمر صدر نخلي عملة صعبة شوف هنا اربع فوايد مباشرة فما تبالك بالفوايد غير المباشرة القطاعات الصناعية من صناعات مغزية إلخ 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 تجد ان رأس الدولة النهاردة في خمط الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد اجتماع كبير جدا يحضر فيه وفد من رجال الأعمال المستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة طيب رئيس اتكلم في حوار متسع مفتوح واضح مع كافة الحضور طبعا كان فيه ممثلين عن الوزارات والحكومة الوزارات المعنية والمجموعة الاقتصادية وما إلى ذلك ومن ناحية تانية فيه مجموعة من رجال الأعمال وقال لهم انه نجحهم هو دعم للمصار اللي بتنتهج مصر نحية التنمية الشاملة نجحهم هو بناء الدولة نجحهم انه يتعامل اقامة او انه يتعامل شراكة متوازنة مع الدولة هدفها دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة رئيس اكد اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كل الشواغل اللي بتواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم اللقاء زي ما كنت بقولك كان فيه حوار مفتوح ما بين الرئيس وما بين مجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين اللي موجودين حول ما تقوم بها الحكومة عشان يتم دفع لعملية التنمية الشاملة في مصر خد بالك احنا يمكن حتى بارح مجلس النواب المصري كان بيشتغل على الموافقة بتاعة القوانين اللي بناء عليها يتم تشكيل صندوق لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة في مصر وهنا دي صناعة شديدة الأهمية صناعة تواكب ما يحدث في العالم يبقى مصر هنا بتعمل ايه بتعمل صندوق لتنمية هذا النوع من الصناعة مش لتمويل هذه الصناعة كلمة تمويل يعني ده صندوق يبقى فيه فلوس كتير جدا نموّل بيه المستثمرين علشان يصنعوا لأ طبعا لهم ده استحالة مش حد بيعمل كده لا هنا ولا في حتة تانية لكن أنامني يعني أساعد أساعدك في البحث أساعدك في تنمية قطعات معينة أساعدك في التدريب أساعدك في كذا طبعا مصر بتعمل كده ليه ما هو كده عملين اللي بيستفيد مين المستثمر يعني أصحاب مصنع السيارات اللي عاوزين يشتغلوا في صناعة سيارات صديقة للبيئة زي الكهرباء والغزة الطبيعية على مسئل أساميل مثال أو السيارات اللي أصبحت بعضها موجود في بعض من دول العالم اللي بتصير بالهايدروجين إذن يلا تعالى صنع ضف مصر أهلا وسهلا تطلع بقى أنت جاي من بر تطلع أنت جاي من جوه تطلع أنت واحد من جوه واحد من بر عشرين واحد مع بعض وجايين يعملوا تحالف صناعي كبير وعاوزين أهلا وسهلا بنيتي الأساسية جاهزة عندك أي معوقات عين دي قبل العين دي اللي احنا عايزين واللي الريس بيأكد عليه في حواره مع أو اللي تم التأكيد عليه في حواره مع المستثمرين والصناعيين اللي كانوا جايين يمثلون مجتمع الأعمال المصري أنه احنا كل اللي عايزينه أنه احنا بندعم الخطط التنموية الطموحة للدولة احنا بنشتغل على تحسين البيئة الحاضنة للاستثمار في مصر الإرادة السياسية شديدة القوة في تحقيق الإصلاح والنمو في مصر بأسرع وطيرة ممكنة الرئيس أكد في ختام هذا اللقاء اللي أراه أنه خطاب ولقاء شديد الروعة شديد الروعة ومطمئن إلى أبعد الحدود خد بالك الرئيس بنفسه اللي بيقول هنحل كل مشاكلكم إذا عندكم مشاكل الرئيس هو اللي طلب هؤلاء المستثمرين والصناعيين المصريين علشان يسمع منهم وعلشان يدي التوجيه بحل المسائل كلها أو الشواغل كما استخدم الرئيس فيه منطوقه مصر مش هتبني غير بسواعد أبنائها للمساهمة في التطوير وفي التنمية وفي تغيير واقعها للأفضل خصوصا أن مصر أصبحت بتتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق الحد دي بتفكرني بسنة 2015 الرئيس في 2015 اتكلم على القدرة قال كده حتى نمتلك القوة لازم يكون عندنا الأول القدرة وده هيخلينا نقطع مشوار قال كده بالضبط هنقطع مشوار مع بعض والمشوار مش هيبقى سهل بس نمتلك القدرة أولا رئيس النهاردة بيقول احنا النهاردة نمتلك هذه القدرة اللي تمكننا من الانطلاق وفق فرص حقيقية مع اعتزام مصر استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق استهدافات الإصلاح الاقتصادي الشامل ده نهج وطني علشان نبني الدولة فاصل وهنكمل الكلام بزاعة حضراتكم عامين ايه كله تماما مش احنا بنتكلم على الصناعة وبنتكلم على الاقتصاد خلونا كده نشوف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر لنا ايه مركز الاعلامي تفضل مشكورا بنشر تقرير معلوماتي يتناول رصد للمؤشرات الدولية مؤسسات التصنيف الاقتماني وحط له عنوان كيف كنا كيف اصبحنا طيب بناء على التقرير ده هنقدر نحاول نفهم هل الاقتصاد المصري اداءه ضعيف طيب اداءه متراجع اداءه عادي اداءه قوي اداءه مستقر اداءه متصاعد كل دي اسئلة من حقك تسألها بالمناسبة مش مين اللي هيجاوب عليها هل اللي هيجاوب عليها برنامج التأسعة او يجاوب عليها المركز الاعلامي اطلاق المركز الاعلامي عمل لنا التقرير ورتبه وبيعرضه احنا شغلتنا نشرح التقرير وبالتالي اللي هيقول الاداء الاقتصادي عامل ايه هي المؤسسات اللي في التقرير ده طيب تعال نشوف مع بعض واحدة واحدة كده هم 11 صفحة مش هطول صدقوني بس لازم اخد 11 صفحة لانه بجد مهم ومهم جدا كمان واحدة بنتكلم فيه ظل ان احنا عاوزين نعمل استثمارات وعاوزين نشجع قطع الخاص في استثمار الصناعي الى اخيره تعالوا نبص كده واحدة واحدة المؤشرات الدولية خد بالك ليه مش مؤشرات محلية مؤشرات دولية بتقول ايه اين كنا وكيف اصبحنا اداء قوي ومتصاعد واخبالك اداء قوي ومتصاعد ده ده عنواننا للجمهورية الجديدة في كافة القطعات التنموية ازاي دعم يوسف اقولك تعال نشوف كده مؤشرات الاستثمار الاجنبي المباشر رم بي بتقول انه فيه او ان مصر تقدمت خمس مراكز في مؤشر جاذبية الاستثمار في افريقيا فكنا سنة 2014 مركزنا السادس كدولة جاذبة للاستثمار عشرين عشرين بقينا المركز الاول والسلام عليكم ده بس ايه صباح الفل ده افتتاح تعالوا على اللي بعده وبالمناسبة لأ اللي بعده ايه مش دي اللي بعده اللي اسمها انا الحق تكملت الصباح فبالمناسبة عشان تبقى فاهم المؤشر لما بيجي قيم ار ام بي ده لما بيجي قيم بيقيم ازاي هو بيقيم الفرصة ويقيم المخاطر اللي ممكن يصادفها المستثمر فاحنا عمليا نمرة واحد على المستوى الافريقي تعال نشوف يو ان يو ان سي تاد بيقولوا ايه بيقولوا احنا تقدمنا مركزين مركزين في ايه بقى فمؤشر لاستثمار الاجنبي المباشر انا في 2014 كنت في المركز الرابع في 2021 بقيت في المركز التاني طيب ده تقييم على ايه بقى هنا ده تقييم على حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة اجنبيا بالايه بالمليار دولار طيب تعال نشوف فتش سولوشنز بتقول ايه بتقول حافظت مصر على موقفها ايه يا ترى الضعيف المستقر ولا القوي لا قالوا القوي منذ صدور مؤشر متعقب الاصلاح وسجلت ستة من اصل عشر درجات طيب ايه مؤشر الاصلاح ده بيقيم ازاي يا جماعة مؤشر الاصلاح ده لما بيجي بيقيم بيقيم الاقتصاد بصورته الاساسية ومنها الاصلاحات المالية الاصلاحات النقدية والتجارة والاستثمار يبقى لما يجي يقول لي انت موقفك قوي اقول له طب بنقى على ايه يقول لي والله احنا شبنا الاصلاحات المالية بتاعتك لانا موقفك قوي لانا الاصلاحات النقدية بتاعتك وسياساتك النقدية لانا موقفك قوي شكل التجارة بتاعتك في إصلاحاتك فيما يتعلق بالتجارة بشكل العام لقينا موقفك قوي شكل الاستثمار لقينا موقفك قوي إذن فاحنا بندي لك ستة من عشرة مع الحفاظ على تعبير الموقف القوي تعال نشوفه ده ايه ده فتش سولوشنز ده مش حد تاني تعال نشوف بقى ايه بيقوله ايه قالك ده تحسن للتصنيف اللي اتماني ازاي تعال نشوف فتش ريتنج بقى 2014 انت كنت عندك نظرة مستقبلية مستقرة ولكن تصنيفك كان بي فقط لغير في 2020 بقيت بي بلاس وتصنيفك برضو نظرة مستقبلية مستقرة لكن بي بلاس مش بي وخلاص تعال نشوف موديز وبالمناسبة مهم انك تشوف لانك انت هتعمل ايه انت هتقرأ اللي بالعربي يقولك لا قبل ما تقرأ اللي بالعربي انا كنت ايه كنت CAA1 تقدمت القدام وبقيت B2 صحيح بيقولك قبل كده كانت وانت CAA1 نظرتك مستقرة بس وانت C تحت كده مستقرة على C عشان بس تبقى فاهم طيب وبعدين انا بقيت B2 قالك بس يعني المؤشر ما احنا بقى القنين طيب قالك النظرة المستقبلية سلبية ده موديز وده عن مايو 222 اسهل حاجة بالمناسبة ما كناش نحط لك الحتة دي يعني كناش لنا الحتة بتاعت موديز وما قلنهاش ده اسهل حاجة صح؟ سهلة بسيطة يا ستك يعني كنتش تاخد بالك يعني كنت تعدي لكن لا ليه؟ عشان هو انت حقق الأصيل انك تعرف كل حاجة وبمنتهى الدقة تعالنا نشوف standard and poor's بيقولوا ايه؟ بيقولوا يا جماعة انتوا في 2014 كنتوا B- والنظرة مستقلة النظرة مستقرة ولكن على ال B- يعني انت ثابت على B- جينا في 20-22 بقنا B وبرده النظرة مستقرة تعالنا ناخد اللي بعدها النمر 2 صفحة 2 طيب Legitim Institute بيقول القاتية بيقول مصر تقدمت في مؤشر الانفتاح الاقتصادي طيب يعني ايه الكلام ده؟ ناخدها بقى دي وحدة وحدة يعني انت في 2014 كان مركزك رقم 110 في 2020 بقيت 102 فتقدمت مصر خد بالك بقى انا نلبسنا ننظرة عشان لازم ابصوا على الحاجات اللي عندي هنا لان انا حتى وهي على حيطة ما بقيتش شاية بقيتشش بيش خالص يا جماعة والله فانت تقدمت 8 مراكز خلال 6 سنين من 14 لـ 2020 طيب المؤشر ده بيقيم ازاي؟ المؤشر ده بيقيم الفرصة الخاصة بالانفتاح على التجارة والاستثمار وريادة الاعمال والحوكمة يعني ايه؟ يعني هل انت دولة تشجع الاستثمارات الخاصة؟ هل انت دولة تشجع ريادة الاعمال؟ هل انت دولة تشجع عمليات الحوكمة في هذا العمل؟ انشاء الشركات انشاء المنصات طبعا يعني طب معناه ايه؟ معناه ان انا اشتغلت على بنية تشريعية تضمن للكل حقوق طيب تعال نشوف World Economic Forum بيقول ايه المتدلق في صادي العالمي بيقول ايه؟ بيقولك انت في 2015 كان مركزك 95 يا خبرة بيض هنطلع كم مركز يعني في 20 واحد وعشرين ايه؟ نطلع دينا يجي 60 مركز كده مثلا استحالة استحالة ولا استحالة ولا حاجة اه كنت 95 بقيم 38 ايه الاستحالة اللي في ده؟ اشتغلت؟ هي اصلي بص خلي بالك الرشدة سهلة فيهاش اي حاجة صعبة اي حاجة صعبة مش موجودة لانه الرشدة بمنطقة البساطة اشتغل ما عندناش فلوس اشتغل ما بصدرش كفاية اشتغل بستورد كتير اشتغل عايز الحاجة ترخص اشتغل مفيش اي اجابة تانية اشتغل بص بقى تقدمت مصر في مؤشر بيئة الاعمال 57 مركز يا مؤمن 57 مركز طيب بنعتمد في هذا المؤشر على ايه بقى المؤشر ده بيعتمد على اكتر من ركيزة منها على سبيل المثال انه مصر اشتغلت على حقوق الملكية ده على سبيل المثال تأثير القوانين والتشريعات زي ما كنت بقولك قبل كده تأثير القوانين والتشريعات على بيئة الاعمال والاستثمار ما انا علشان اتقدم في مؤشر بيئة الاعمال لازم المستثمر الواطني والمستثمر العربي والمستثمر الاقليمي والمستثمر الدولي يبقى ضمن استثماراته وضمن منظومة التشريعات التي تضمن بيئة عدالة تضمن له ايه بقى تضمن له انه يعرف يخرج استثماراته دي وقته ما يحب والله انا عاوز كسبت فلوس طب عايزة أحاول الفلوس دي على بلدي حاول طب حصل لقدر الله تخرج ما بيني وبين شركائي هتتخرج بسهولة ويسر وبعدالة وده الأهم طب عايزة صفي لقدر الله شغلي صفي يبقى البيئة التشريعية نفسها اتطورت لهذا السبب حضرتك تقدمت 57 مركز في مدة قد إيه 6 سنين من 15 ل 21 تعال نشوف I-E-S-E لابزن سكول يونيفورستي بتقول إيه يا سيد؟ بتقول إيه بقى؟ بتقول لك إنه مصر اتقدمت 17 مركز في مؤشر جاذبية الدول لرأس المال المغامر وحقوق الملكية الخاصة إحنا في 16 يعني في الخمس سنين دول في 16 كنا المركز 70 في 21 بقنا في المركز 53 طب أنا بقيس إزاي؟ بقيس على بيئة الاستثمار هل البيئة مواتية ولا لأ؟ هل هناك سهولة في أداء معاملات الاقتصادية ولا لأ؟ واضح إن فيه سهولة أو ماشين في هذا الإطار هنرجع تاني على ليجوتوم انستيتيوت اللي بيتكلم هنا على إيه بقى؟ على مؤشر البنية التحتية والوصول للأسوأ أنا تقدمت ست مراكز إحنا هنا كل دا بنتكلم على العالم عشان بس نتبقى فاهم يعني كنت المركز 91 بقيت المركز 85 في الفترة ما بين 19 ل 21 يعني أنا في سنتين سنة 19 كان مركزي 91 من سنة 19 أنا مش عايز أصدمكم أقول لكم كنا إيه سنة 14 عشان لا داعي للصنة ولا داعي للبكاء على اللبن المسكو خلص راح اللي راح يا قلبي خلينا في 19 يعني إحنا اشتغلنا لما حققنا تقدم وصلنا سنة 19 بقينا واحد ده كده كنا عملنا تقدم وصلنا ل 91 طب من سنة 19 إلى سنة 21 بقيت رقم 85 يعني أنا حققت ست مراكز وهو مين مش عاجبه مشروعات البنية التحتية صحيح لا أنا بتكلم بجد يا ليه لحد دلوقتي احنا لسه مش قادرين نستوعب وعندنا كده البنة بنمضغها كل شوية ليش بقى كلاز مقلع عند النظارة بقى عشان نتكلم أنا بتكلم بجد والله هو احنا طول الوقت عندنا البنة غريبة جدا هنعمل ايه بالبنية التحتية لازمتها ايه الطرق لازمتها ايه الكبال لازمتها ايه الأنفاء لازمتها ايه مش عارف في محطات الكهرباء لازمتها ايه محطات المعالجة لازمتها ايه محطات التحلية لازمتها ايه لازمتها انها بتقدم حضرتك في مراكز علشان خاطرها دي هي المراكز بتجذب الاستثمار الاستثمار هيجيلك ليه يعني انا عايزك تتصور كده ان انت قاعد في مكان صحراء جرداء لا زرعة فيها ولا ماء فجأة انت نزلت بالبراشوتة عليها ومفيش حواليك اي طرق ولا اي حاجة خالص مفيش مفيش ميا دخلالك مفيش كهرباء دخلالك مفيش صرف صح قول لي انت هتعيش هنا ازاي ملاش هتعيش لو انجيت قلتلك خد عشرة مليون دولار وابني بيت هتقول لي ايه لا مش عايز هعمل ايه بالعشرة مليون دولار اللي هابني بيهم البيت هنا هعمل بيه ايه يعني بيت في الحتة دي هعمل بيه ايه هو ده المستثمر حضرتك تيجي تقوله تعالي استثمر يقولك ليه حضرتك ما عندكش اي حاجة استثمر ليه ده انت ما عندكش اي بنية تحتية بناء عليها اقدر احط استثمراتي احط استثمراتي ومعنديش طقة احط استثمراتي ومعنديش مية احط استثمراتي ومعنديش صرف احط استثمراتي ومعنديش شبكة للنقل اقدر اخد استلم بيها مواد خام واقدر اودي بيها المنتجات بتاعتي للمواني والمطارات والمواني البرية او للمناطق اللوجستية ده مش عايز مش جاي ده منتقل بساطة طيب تعالنا نشوف احنا تقدمنا في مؤشر اللوجيستيكس تحديدا اجيلتي للأسواق النشأ تقدمنا سبع مراكز من 14 ل22 احنا كنا في المركز 28 وارحنا للمركز 21 لانه المؤشر ده بيشتغل زي ما كنت بقولك على تقييم الفرصة اللوجيستية الجاهزية الرقمية وده سؤال بردو يطرح احيانا يقولك ايه لازمتها ايه المناطق اللوجيستية والخدمات اللوجيستية وما اهمية مصر الرقمية اهمية مصر الرقمية بردو هي جذب الاستثمار هو انت فاكر لسه الناس بره بتشتغل بالضفتر يا روح يا نوفمبر لا ده هو ده اللي عاوز له بقى النظارة وده الواحد يخناف في كده زي الفيلم روح يا نوفمبر تعالى يا ديسمبر فينه فينه غيره انت متخل ان العالم لسه شغال كده بجد؟ انت متخل ان العالم لسه عنده ورقة؟ انت متخل ان العالم لسه فيه واحد رجل بيشير ورقة وياخد بعضه ويروح ويركب تاكسو وسرق العقد وفيلم نجيب الرحاني؟ ايه وا نحن كده نبقى بعض جدا يعني يعني هيبقى مفيش داعي اللي انا بقوله يعني بشر الحباء انا كده يبقى بفق في قربة مقطوعة طبعا لا احنا العالم كان زمان بيدحك علينا يعني مش بيدحك علينا يعني بيستعبطنا لا بيبصلنا ويعود يدحك اللي هو هو الناس دي ايه؟ هم عايزين استثمرات ليه؟ يعني نستثمر عندهم ليه؟ وانا اظن حكيت لكم قبل كده الاستثمرات الصينية اللي كانت جاية زمان ايام التلاتين سنة الزهبية واول ما جم قالك سلام عليكم وقال الدموع باي باي انتو تصوراتكو عن البنية التحتية تصورات تعود بالزبط كده للنصف الاول من القرن العشرين قالوا كده يعني ما اقول ايه طيب طيب تعالى نروح لكيرني وكيرني بيصنفوا ايه بقى؟ بيصنفوا تطور تجارة التجزئة في مصر فقالك احنا او مصر تحديدا تقدمت تلاتة وعشرين مركز احنا اكيد كنا سنة كانت من ستاشر لواحد وعشرين في خمس سنين اكيد في ستاشر دي احنا كنا في ديل العالم لا عشان برضو انت كنت بدأت تشتغل بشكل نوعي من اربعتاشر لستاشر وفي ستاشر بدأت تعمل اصلاحات هيكلية عندك في شكل الاقتصاد المصري وفي موضوعه بطبيعة الحال فانت كنت في المركز رقم تلاتين سنة واحد وعشرين بقت في المركز رقم سبعة ايه اللي بعده صفحة التلاتة بصوا بقى نتكلم جد تعال نشوف على مؤشر التنافسية تبقى الولد ايكيناميك فورم يا سادة يا كرام احنا في 2014 بسم الله ما شاء الله كنا المركز مية وتسعتاشر على العالم سيبك انت التلاتين سنة دول ولا يوم من ايامهم ارغوك ياه مية وتسعتاشر في مؤشر التنافسية عشان ده مش مؤشر الميديا التحتية حتى عندكش حاجة ما عندكش حاجة طيب وايه اللي حصل يعني ابدا ان ولا حاجة في 2019 حضرتك قفزت الستة وعشرين مركز يعني انت عدت خمس سنين بتشتغل روح تقاف الستة وعشرين مركز في مؤشر التنافسية فبقيت في المركز رقم تلاتة وتسعين طيب ده معنى ايه؟ معنى ان احنا بنقيس على القدرة التنافسية للدول من خلال المؤسسات والسياسات والعوامل اللي احنا بنقدر من خلالها نحدد معدلات ومستويات الانتاجية طيب تعالي على مؤشر الشفافية المصري احنا كنا واخدين 16 نقطة في مؤشر الشفافية 16 نقطة لا احنا مكناش نجحين على الحروق رجل احنا كنا سقطين بقينا دلوقتي 43 نقطة يعني عملنا ايه ده؟ من 15 الى 21 في 6 سنين فاحنا اتحركنا من 16 نقطة يعني فضلنا 16 نقطة وتبقى الشفافية صفر ده سنة سنة 15 جينا سنة 21 بقينا 43 نقطة 43 نقطة من اصل ايه؟ 100 نقطة هيجي في يوم هنلاقي نفسنا بنقرب من الستين ومن السبعين ومن التمانين ومن التسعين اه اه 27 هل هتحرك في اطار السبع وعشرين نقطة دول؟ لا بالتأكيد لا بالتأكيد اسرع بكتير لان انت عديت المرحلة الصعبة لان انت وارد جدا تلاقي نفسك قفز لك 35 نقطة كمان تلاقي نفسك بقى في السبعينين دخلت في مرحلة جاية جدا وعلى وش امتياز طيب ده بيغطي بيغطي كل مراحل الموازنة سواء الصياغة الموافقات التنفيذ الرقابة ده مؤشر شفافية الموازنة بتاعت الدولة كنا 16 بسبب الاخوان واللي قبل الاخوان كنا 16 ماشي تعال نشوف يا ترى هل ترى مؤشر التنمية المستدامة يعني ايه الاستدامة اظن باقينا عارفين يا فكرة الاستمرارية البقاء يستدام استدام فهو مستديم او مستدام والسلام يعني ايه يعني انا عايز فرصة عمل مستدامة عارف ده معناه ايه يعني فرصة عمل تبقى لمدة 25 سنة يعني ارسل ناعدل ما تقول انا عايز فرصة عمل مستدامة مستدامة خلال الفترة القادمة من عمري فانا اجد عايز 25 سنة كمان يعني اشتغل لحد ما ابي عندي يجي 78 والله اكتر حاجة اكتر يجي 80 سنة حلوين برضو دخلوا في الصحفة ده نظر الراحة دلوقتي فعملنا قد ايه بقى اه اقدر اقولك احنا في 2014 كنا ستة وستين وتمانية من عشرة نقطة حلو طيب ارتفعنا في هذه الاستدامة من ستة وستين وتمانية من عشرة ارتفعنا تقريبا نقطتين فبقنا تمانية وستين وسبعة من عشرة خلي بالك التحرك في الاستدامة ده بيبقى شديد الصعوبة شديد الصعوبة بس انا حققت المركز 87 على مستوى العالم بمؤشر التنمية المستدامة العشرين اتنين وعشرين نتيجة هذا التحسن اللي هم النقطتين طيب عمليا هذا التقدم بيبقى متعلق بايه بان انا حققت تنمية فيها هذه الاستدامة هذه الاستمرارية وقدم هذه الضمانات لاجل هذه الاستدامة وهذه الاستمرارية تنمية مش بس نمو النمو ده قصة تانية خالص النمو ده زي ما كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات ستة وستة من عشرة مثلا يعني ده كانت التقديرات بتاعتنا لكن التنمية هنا ايه بص نمو يعني هتخشي لفلوس نمو من غير تنمية يبقى هترجع على تلاتين سنة اياهم اللي كانوا مليون عشوائيات وكانت كسافة الفصول مية وستة طالب جوه الفصل او تلميس جوه الفصل ومفيش مستشفيات والناس بتموت بفايرسي وبتموت بالفشل الكلوي والطوابير بتاعت علاج الامراض الخبيثة والمستعصية من هنا من مبنى التلفزيون لحد اخر مدان رمسيس حاجة حدوتها كده دون مبلغات يعني لو وقفنا الناس طبور احنا كنا نوصل لمصر الجديدة لو وقفناهم كلهم طبور واحد والله كانت مصيبة لكن تنمية يعني الفلوس اللي بتخشيلي نتيجة انهم هو الاقتصادي اقضي بيها على عشوائية جلوس اللي بتخشيلي نتيجة النمو الاقتصادي ابني بيها مدن اعمل بيها بنية اساسية افتح بيها مدارس جديدة اعمل بيها مستشفيات ومراكز صحية جديدة اعين المزيد من الدكاترة احاول ارفع المرتبات بتاعت الدكاترة والقطاعات الطبية على سبيل المثال اشتغل على توطين صناعة دواء اشتغل على توطين صناعات ثقيلة اعمل بيها خطوط نقل ومواصلات ابني بيها مناطق صناعية جديدة دي بقى هنا اسمها التنمية طبعا احنا كنا ايه مقلاوة مش موجودين لا اقولك ازاي في تنمية طبعا والنبي ايه والنبي ايه ام التل العقارب اللي بقى رضت السيدة ده كان معمول تل العقارب عشان يبقى مزار تعالوا يا جماعة تفرجوا على خيبتنا كانت تلاتين سنة سودة الله العظيم وعندين انجلنا الاخوان في سنة اشد سوادا طيب تحسن نقاط مصر في مؤشر السياسات الداعمة لبيئة ريادة الاعمال كنا تلاتة وثلاتة من عشرة نقطة في الفين وخمستاشر بقى اربعة وستة من عشرة نقطة في عشرين واحد وعشرين هي المسألة هنا بقى احنا بتكلميني على ريادة اعمال طب بقى بقى بقيسة على ايه طبعا بقيسة على فكرة التشجيع والدعم الموجه للشركات الناشئة كل ما بقترب من رقم عشرة كل ما كان افضل انا كنت تلاتة وثلاتة من عشرة بقيت اربعة وستة من عشرة فانا عاوز اقرب من رقم عشرة قدر الامكان ده معناها ان انا لازم اشجع اكتر لازم اساعد الشركات الناشئة ودعمها اكتر بكل الاوجه بكل السبل طيب تعالى نروح على تاني وولد ايكينامك فورم كل دي بالمناسبة اللي بقولك عليها لمؤسسات دولية الاسباق موجودة قدام حضرتك على الشاشة طيب ده بيقيس مدى توافر عمالة مدربة وكفاءة انتو عارفين يا جماعة احنا كان مركزنا كام سنة 2015 احنا كنا رقم 105 على مستوى العالم من اصل تقريبا 194 دولة يعني كان الفرق ما بين يومين القاع تسعة وتمانين 105 مصر كانت رقم 105 بقينا ايه دلوقتي لأ كنا 103 معلش انا اسف بقينا ايه دلوقتي عم يوسف بقينا رقم 52 لا لسه 52 فوقنا 52 دولة لا وكده فوقنا 51 دولة بس احنا عملنا ده في 6 سنين استلمناها 103 كلنا احنا المية واربعة مليون اعتبرنا المية مليون مواطن استلمناها في المركز 103 وصلناها للمركز 52 ده معناه فيه رؤية ولا مفيش فيه خطوات ولا مفيش فيه واحد على الوقت يطلع يقولي بس فيه احسن اقول له حالو هات انا اكره مفيش حد يكره بالمناسبة فيه احسن هات وان احنا عملين مؤتمر اقتصادي ليه عشان مليونك لو فيه احسن اقول هات عملين ليه حاجة اسمها الحوار الوطني فيه احسن هات ما فيه محور اقتصادي هات لكن فيه احسن واعد عامل كده وبربش فيه احسن واروح عامل كده ايه عامل في ايه مفيش حاجة اسمها احسن واسكت احسن هات قولي كده ايه رؤيتك ورلي كده الحلول اللي تستطيع تطبيقها على ارض الواقع وبالمناسبة مش بتهكم عليك انا بتكلم بجد قولي فيه احسن يلا بينا يلا بينا انطلق وانا وصل لك وزا احنا هنوصل لك اكتب بس انت تصورك في اي حاجة تشوفني خارج من المسبير اهات التصور تلاقييني خارج من مجلس انه اهات التصور سيبك مني اكتب على فيسبوك التصور بتاعك كده انت راجل فهمان واقتصادي عظيم وميت فول واربعتاشر انا مصدقك يلا ادي الجمل وادي الجمال قالوا الجمل طلع النخلة طب ادي الجمل وادي النخلة اطلع انت كده بتحبطنا يا عم يوسف لا انا وحش دا انت لو كتبت دا يا عم على فيسبوك دا انت هتلاقيه بيانتشر انتشار الناف العشيف نستخدم بقى الحاجات بتاعت الفيسبوك دي استخدام سليم بقى عايزك بقى تروح اعمل كده تقعد ترجع كل المؤشرات الاقتصادية اللي موجودة في مصر وترجع اداء الحكومة وترجع الموازنة وتقعد كده تجيب كل الورق اللي قد كده دا تدرس وتمخمخ وتشرب شاي وقهوة وميت فول واربعتاشر وساندوتشين متينين وتقعد بقى وتروح اعمل لدراسة ما تخرش المية طلعت الدراسة جد والله لا تتناقش تتناقش ونساعدك بعنين نوصلها لرئيس الجمهورية قدر استطاعتنا وبالمناسبة فيش حاجة ما بتوصلوش دا بالمناسبة يعني طيب تعالى نشوف يا ترى هل ترى احنا ك انا مش شايف هامشاير يا عيني طب دا جمعة كويسة جدا جمعة هامشاير او جمعة هامشاير الجديدة بتقول ايه بقى؟ بتقول تقدمت مصر مركزا واحدا في مؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي ايه هو الامتياز التجاري؟ باختصار الفرانشايز اللي هي السلاسل التجارية العالمية الشهيرة سأذكت في الاكل في الشرب في اللبس في اللي مش عارف ايه؟ طيب جاذبيتنا كانت المركز واحد وخمسين دا كان المؤشر بتاعنا في 2019 واحد وعشرين بقينا المركز رقم خمسين طيب تعالى تشوف الصفحة اللي بعدها صفحة رقم اربعنا معطلكوا جماعة في حاجة فريق البرنامج عشان عارف بيقلاقوا لما يقولي يلا فانا بروح راضع اليوم لهم لا مش يلا عايزيني اجري ولا ايه؟ اجري ولا زي ما انا مبسوطين احنا قاعدين مع بعض انا شخصان مبسوط عايزيني اجري ولا لأ؟ صمتي بقى لأ ابرز مؤشرات تطوير البنية التحتية الله تعالى بردو نشوف World Economic Forum بسرعة حاضر اجلي بسرعة و30 مركز تقدمتها مصر في مؤشر البنية التحتية احنا كنا 86 بقينا 56 تعالى نشوف بردو عن World Economic Forum طيب مصر تقدمت 100 مركز في مؤشر جودة الطرق كان مركزنا لقى 180 يخص يخص ما لها مصر دي كانت جميلة مصر دي كانت جميلة ليه بنعمل طرق ما كانت جميلة ايه طرق اللي بتعملوها دي كنا جميلة جميلة ده انت كانت ترتيبة 118 على مستوى العالم 118 نعيب اقول ان احنا نبقى شابه دول معينة عشان محدش يزعل بقيت رقم 18 طب عارف يعني ايه بقيت رقم 18 ولا لا يعني انت بقيت احسن من بعض دول الاتحاد الاوروبي على بلاطة لو عايزت تحط مقارنة يعني بقيت احسن من بعض مش من كل اهو من بعض دول الاتحاد الاوروبي انت بقيت 18 على العالم في جودة الطرق طبعا ده كان حلم وبلاش وبلاش ننسى بلاش ننسى الجملة الشهيرة بتاعة المواطن العادي اللي راكب عربية ايا كان نوعها على قد الحل الصنص فاخرة لما كنا بنمشي على الطرق ونقول ربنا يسمحهم ويجزيهم ده احنا كده هنغير عفشة عربية كل سنة ربنا مش عارف ايه انت كنت حضرتك بتاخد المشوار من 6 اكتوبر للتجمع يعني بالنسباني مثلاً لو انا عايز اروح لخالي لطفي في التجمع عند مسجد الشرباطلي وانا سكن في 6 اكتوبر والنعمة مش اقل من ساعتين ونص النهاردة اطلع السياحي سجادة حرير اخري خمسة واربعين دقيقة بقيت عند خلو لطفي ربنا نديله الصحة وحيشن يا خلو طيب اركب بقى انا العربية السريعة عشان اجري بيك ميت مركز يا مولانا تعديت ميت مركز ده استثمار ده مش بس عشان احنا نمشي واحنا مبسوطين مهم نبقى مبسوطين طبعاً بس ده استثمار ان ده بيوفر فلوس بيوفر طاقة بيوفر وقت فالمستثمر يجي ايه؟ اه تمام ميت فلو 14 ما يجيش واحد راجل في فوج سياحي راكب الاوتوبيس السياحي يبقى قاعد على الدائري عمال بيت نطط او انه يوصل في 900 سنة ميتحرك من الاوتل لموقع اللي مش عارف ايه قاعد بقى خلاص الدوله زمزميته والدوله اكله وشربه والدوله سليبن باجه يبقى يخيم فيها لا طيب تعال نشوف على سبيل المثال مصر تقدمت كم مركز في خدمة الاوتورات 11 مركز احنا كنا في المركز 45 يا مؤمن بقينا في المركز 34 خد بالك لسه مخلصناش لو زرت النقل عندها كتير اتقل طيب تعال نروح على الانفاينومنتل بيرفورمنس اندكس وهنا ده المؤشر اللي بتكلم على الاداء المتعلق بالبيئة مصر اصبحت بالمركز ايه بقى قول انت 35 لا طب الخمسة وعشرين لا انت بقيت في المركز الثلتاشر على مستوى افضل الدول التي حققت تحسنا في نقاط مؤشر الصرف الصحي ومية الشرب خلال عشر سنين طب مجموعك من عشرة انت جايب كان بقى تسعة وثلاثة من عشرة ايه انا في المركز الثلتاشر على مستوى افضل الدول احمدك يا رب في ليلة اقل بهاء بكثير من هذه الليلة من عدة سنوات ايام التلاتين سنة الذهبية كان البعض من اهالينا في جمهورية مصر العربية ومش في القرى في بعض المراكز والمدن يفتحون الحنفية الصنبور فهنزل مية الشرب مختلطة بالصرف الصحي ايه نسينا ولا ولا احنا لسه فكرين بس ثلاثين سنة كانوا حلوين واحنا دلوقتي مش مبسوطين ماشي يا حبيبي تعالى ننقل الخمسة طب هقول طب احنا في مؤشر تطوير البيئة التحتية كنا في مية وتلاتة بقنا رقم تسعة وتلاتين ده ده البنية التحتية البرية والبحرية مطارات احنا كنا رقم تلاتة وستين بقنا في المركز اتنين وتلاتين طيب تراجعنا كم نقطة في سكان العشوائيات خمسة واربعة من عشرة تراجع في سكان العشوائيات اه تخيل مصر 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 جمهورية مصر العربية مصر ام العرب مصر قائدة افريقيا مصر كان عايش فيها تقريبا حداشر في المية من سكانها في العشوائيات حداشر في المية عشان الامانة عشرة وستة من عشرة ده سنة اربعتاشر علشان هي مصر وعشان اللي بيحكمها مصري بجد فاشتغل على كده وقال بالظبط نصا لا يليق انه المصريين يعيشوا كده فبدل عشرة وستة من عشرة بقينا خمسة واثنين من عشرة ولا زال العمل مستمرا وبالمناسبة خمسة واثنين من عشرة ده سنة تمنتاشر يعني من اربع سنين لو طلع التقرير بتاع الولد ايكنوميك فورم النهاردة اكيد اكيد بعد اربع سنين هيطلع اقل من كده كتير يعني ما اظنش هيتعدى واحد في المية ما اظنش خمسة يا زيمة علشان ما يزعلش من يا زيمة إيه اللي زيمة طيب تعالى نشوف تقدم مصر في مؤشر جاهزية الشبكات تقدمنا اربعتاشر مركز احنا كنا واحد وتسعين بقينا سبعة وسبعين تعالى نشوف جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي طبعاً ده لو كانت قال مثلاً سنة ألفين وتسعة يعني كنا ناخد المركز رقم احنا مية اربعة وتسعين دولة في الأم التعد احنا هناخد المركز مية سبعة وتسعين اه اه اخد بالك دول في تلاتين سنة اللي قالك عليه بقى ايه ومصر تقتها اشواطاً في سبيل تقدم في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبطخات اه لا يا فاندب حضرتك سنة ألفين وتسعتاشر كنت في المركز مية وحداشر على مستوى العالم ده في ألفين واربعتاشر كان مركزك مية وحداشر في واحد وعشرين بقيت المركز خمسة وستين في انتظار تقييم سنة اتنين وعشرين تعالى نشوف أداء منظم الاتصالات سنة اربعتاشر كان الاداء مركزك واحد وثمانين في المية اه رقم واحد وثمانين سنة عشرين بقيت رقم واحد واربعين طيب تبقى الامتحدة مباشرة الانتينيشنز بتقول مصر حققت المركز مية وثلاثة عالمياً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية سنة اتنين وعشرين بعد التحسن بمجموع النقاط طيب تعالى بقى نشوف مؤسسة رولنبرجر بتقول ايه؟ بتقول مصر تقدمت مركزين في مؤشر الشمول الرقمي اه يعني مسألة الوصول الشامل والمتساوي للتكنولوجيا للجميع خليل حطها كده شعر التكنولوجيا للجميع احنا كنا فين سنة سبعتاشر اتنين وخمسين بقينا كام سنة عشرين عشرين خمسين انا اعتقد ان احنا تقريباً تقدمنانا مركزين ثلاثة خلال السنتين اللي فاتوا مجرد اعتقاد ده ملوش علاقة بالمثبت امام حضراتكم بالوثائق والدراسة طيب تعالى نروح على اي تي يو وهم شايفين مصر في مسألة التأمين السايبراني تأمين العمليات السايبرانية او العمليات اللي احنا بنسميها اونلاين طيب احنا كنا محققين سنة اربعتاشر تمانية وخمسين وتمانية من عشرة نقطة بقينا خمسة وتسعين وخمسة من عشرة نقطة طيب مركزنا كام على مستوى العالم رقم ثلاثة وعشرين برضو اي انك افضل من بعض دول الاتحاد الاوروبي في التأمين السايبراني تخيل؟ طيب تعالى كيرني بيقولوا مصر حفظت على مركزها الاول اقليميا وقريا في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية تخيل ينهر بيض يعني بيئة الاعمال وتوفير العمالة الماهرة والجاذبية المالية انت بقيت المركز الاول على مستوى الاقليم اي شرق الاوسط ومنطقة العربية وعلى مستوى افريقيا تعالى نروح بسرعة على صفحة رقم ستة قطاع الطاقة احنا كنا في المركز واحد وتمانين سنة طمانتاشر واحد وعشرين بقين رقم ستة وسبعين التحول الفعال في مجال الطاقة التحول الفعال يعني القدرة على دعم النمو الاقتصادي الوصول الشامل لامدادات الطاقة وبالمناسبة طاقة امنة موثوقة قائمة على اهداف الاستدامة يعني كمان تبقى طاقة مستدامة وصديقة للبيئة طب تعالى نشوف الورد انجي كاونسل مجلس الطاقة العالمي بيقول ايه بيقول يا جماعة انتوا في مصر تقدمتوا واحد وتلاتين مركز خلال سبع سنين حضراتكم كنتوا في المركز خمسة وتمانين بقيتوا في المركز اربعة وخمسين طيب يعني ايه يعني يجي يقولك مؤشر الطاقة في الحالة دي بنعتمد على تلات عوامل واحد الامن العدالة التوزيع المستدام طيب تعالى نشوف ايه وعي شايفينا فين بيقولوا مصر تقدمت تلاتاشر مركز من سنة خمستاشر لسنة اتنين وعشرين احنا كنا في المركز كان بقى تسعة وتلاتين بقيتنا ستة وعشرين واصبحنا من مؤشر بقيتنا من اكثر الدول جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة شمس وكهرومائية ورياح وهكذا طيب وهيدولوجين وما الى ذلك تعالى نشوف سي سي بي اي انه هو كلايمت تشينج بيرفورمانس اندكس بيقول ايه بيقول احنا تقدمنا خمس مراكز بص انا عارف ان في بعض هذه الامور انتبعا نتعرف ان احنا في الغاز يعني امكان بسرعة كده اقول هذا احنا كنا في مركز تلاتاشر بقى ايه قصر في المركز التمنتاشر بقى ايه في المركز التلاتاشر عالميا في مسألة انتاج الغاز ايه اللي انا عايز اقولك من وراء كل هذا الكلام الرائع حتى نصل الى صفحاتنا الاخيرة اللي بتتكلم على السياحة والاثار احنا بحققين حاجات تقدم 32 مركز 28 مركز سبع مركز الى اخره لما تيجي تشوف مثلا سي ان ان ترافل بتقولك مصر ضمن افضل المقاسد السياحية للسفر اليها في خريف 22 يعني السنة دي تعانوا نورونا يا جماعة الخريف عندنا ده والله العظيم انا في رأيي احلى فصل في مصر في السنة الخريف في مصر ساحر احلى فصل حقيقي يعني انا احب الخريف المصري اكتر من الربيع في مصر الربيع بتاعنا بوده فيه ريحة الخمسين وما الى ذلك صحيح الاشجار بتزهر وتبقى لطيفة كده السنة الخريف ده فصل جميل لا منه برد ولا منه حر وعظم الخريف ده trip advisor الموقع الشهير بيقولك اختيار مدينتي القاهرة والاقصر كأحد افضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لسنة 22 lonely planet بيقولك مصر ضمن افضل عشر وجهات سياحية لزيارتها سنة 22 dive مصر تحصل على المركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لسنة 21 وفقا لمجلة dive magazine global finance بتقول مصر تقدمت 38 مركز من ضمن الدول الاكثر امانا للسائحين في ظل الكورونا عشان ما ستبقى فاهم يعني ايه اللي انا عايز اقول لحضرتك بعيدا عن النضارة التركوز ام ودرعات خضرة كل اللي انا قلته لك ده عشان ما طولش عليك مصر حققت تقدم ملحوظ بشهادة كل الناس في العالم وفي كل القطاعات الاقتصادية يعني واحنا بنبص شوف هتلاقي التقى والبيئة هتلاقي التنمية البشرية هتلاقي التعليم والبحث العلم انا قلتك التعليم والبحث العلم والله العظيم تتخض هتقوله احنا ما كناش بنتعلم قبل كده المؤشر الاجتماعي الله من الحاجات الحلوة دي ماشي نبقى انا اخده يوم تاي المواطنة والتعايش والمساواة مصر بتتقدم 56 مركز الجوائزة العالمية زي ما كنتم قلتك في قطاع السياحة والاثار التحول الرقمي البنية التحتية الاقتصاد ده شرحته لكم الاقتصاد برضو انا شرحته لكم الاقتصاد ده شرحته لكم نتكلم لانا على صناعة وكتاب هاتلي قطاع واحد محققتش فيه تقدم علشان ما حدش لما حد يجي يقولك الاخوان ومن شبههم يعني ما يجي يقولك حصلش اي حاجة في مصر مصر ما تغيرتش مصر بتغرق مصر بتضيع مصر بتفلس مصر بتنحدر مصر بتتدهور طب وكل ده ايه ده انا مش عارف احكيه لك ما عنديش وقت احكي لحضرتك كل ده بالتفصيل ما عنديش وقت وخد بالك ده ده اللي ما عنديش وقت ليه بمنتهى منتهى التلخيص والتركيز يعني حقيقة ورقم حقيقة ورقم حقيقة ورقم يعني حقيقة بجد مش هزار بجد شكرا لمركز الاعلامي في مجلس الوزراء على الشغل ده لكن الشكر الاكبر الشكر الاكبر يذهب لما نوضع هذه الرؤية والاستراتيجية اللي اتنططك كل هذه المراكز شكر طبعا فوق لربنا سبحانه وتعالى سأنا هنا بكلمك على الكائن البشري الانسان العقل اللي خلانا عملنا كده احنا كنا في العدم وعملنا كده طيب السؤال بقى هو ده كلام مين يا يوسف انا ايوز بطالوا بقى انتوا بتطبلوا بقى واجعتوا دمجنا بقى انا مش قادر والله مش احنا احنا وحشين حلوة كده يوسف وحش وعمر وحش ولميس وحشة وشير ديو كلنا وحشين بس دول مؤسسات دولية حلوين يعجبوك على رأي عمر قدي فولة شام عم نورة تنبسط بيهم دول حب الخواجة ادي كلام الخواجة بتصدق الخواجة ادي كلام الخواجة بتصق في الخواجة ادي كلام الخواجة ها الخواجة عايز ايه تفتكر يا خايف مني بيجاملني ما انا قلتها لك قبل كده لو المؤسسات الدولية والامم المتحدة بيترعبوا مني لهذا القدر فبيدلسوا ويزيفوا ويطلعوا ارقام كده عشان خايفين مني يبقى انا اكيد جامد انا كده دولة اوعى ولا روسيا ولا امريكا ولا فرنسا ولا انجلترا ولا حد ولا حد يقدر علي ده انا المثبت العالم بيفصلولي ارقام على مزاجي يبقى انا صح برضو طب ولو هم مش خايفين مني وبيشتغلوا بما يرضي الله وطبعا ده الطبيعي وده الحقيقة يبقى انا صح جدا قوي خالص فاصل ونكمل الكلام النهاردة مصر بالنسبة لهم هي افضل مكان بيتم فيه مخططات ومشروعات الاسكانة على مستوى العالم النهاردة بنستغل الفرصة دي اننا بنوريه جميع المشروعات القومية اللي بيتم تنفاذها على ارض مصر العسامة الادارية الجديدة اللي احنا بنعمل المؤتمرنا فيها النهاردة واللي هم مبهورين بيها عندنا زيارة في العالمين الجديدة في اخر ايام المؤتمر لتطلع على المشروعات الموجودة هناك عندنا مشروعات في جميع المناحة واستعراض الحضرية والتراثية لمصر الفرعونية ومصر الاسلامية ومصر القبطية الحقيقة عندنا تسويق لمصر احنا سعداء بالمجهود احنا كراعي للمؤتمر واشتغلنا الفترة اللي فاتت من خلال الوزارة وهيئة العامة مع الاتحاد الدولي الحلف التعاوني الدولي والاتحاد الافريقي وصلنا الى المستوى الموجود النهاردة على الغرار المؤتمر فيه من دنا معرض للشركات المصرية كبيرة لها علاقات بافريقيا ومشروعات في افريقيا سعداء جدا هم برضو يتقدموا ومن دلو تعالوا نفوت خمسين دولة افريقية موجودين نفتح شغل كلنا في افريقيا وده ان شاء الله احنا عندنا خطة كبيرة جدا ان شاء الله في الاربع سنين الجايين للتعاشر في افريقيا بشكل كبير ونهاردة بكورة مجهود اربع سنوات ماضية اصبح لمصر منصب نقدر من خلاله نفتح فيه شغل وتعاون مواشر وان تو وان مع الدول الافريقية من خلال منصب سيد وزير اسكان من خلال منظمة الافريقية للسكان من خلال حلف التعاوني الدولي لما وجود مقر في القاهرة موسيقى 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 تفgilنا لجلسا غيرana لنفتحنا لجولنا أجيب وجود جديد مجرد في نواح الحلوم ونظفات اجتماعات ونحن شبه ثم رضا blends بذن الله من الفي شخص كسنا مكتوب نحن طوال جديد ونوصات معه نحن نطرب بمشاهدة ونحن بإنتاج على الإعلام في فعث سوال التعليقات في المتحدث من زمانات القرية من المكتوب التي ستكون سابقاً في هذه المناطقات في الاف poderia أفضل حياة تحرمو كي تحرك نظام في الشمس المتحدث الذي بن около نحن المتحدث الذي يمكنه العقاب بالطبع وكان يتمكن قد يكون مجتمع وضع هذه القرية ونعرف من الشعب التي تحدث في كلام المتحدث لكي نتحدث عن الأشياء التي تقوم بها مع المعارضة بين المعارضين لدينا مهمة لما يفعل كل مؤسساتنا. لذلك يجب العمل للإيجادة هي أن نعطينا مع المعارضين كمعارضين. لجزء استثماري وجزء تعوني المكة الموضحة حصاتكم هو الجزء الاستثماري فيه موضح فيه المول والمباني الأبراج الاستثمارية وبقية المشروع بيبقى فيه أبراج سكنية ومباني سكنية وخدمات. المشروع في منطقة حيوية جدا تعتبر بورسعيد أصلاً يعني الهدف منه أن احنا عايزين نرجع لبورسعيد الأهمية التجارية بتاعتها بتاعت زمان والميناء وكل الشغل القائم في المشروع دلوقتي قائم على أنه يصل بأفضل جودة ممكنة إحنا كتعاونيات قدرنا نحققها قبل كده. إحنا بننتج تعاونية بتنتج يعني تعاون اختصاص لإنتاج وتصدير زيت الأرجان المغربي وزيت الصبار وزيت الطبيعية والحمد لله التعاوني الآن يعني تأسست في 2015 عندها تقريباً 45 امرأة اللي بتشتغل في التعاونية حالياً والآن التعاونية تحتمل جميع الشواهد الصحية للتصدير يعني عندنا لونسا شهادة ليجيبي شهادة ليبيو بنصدر جميع الدول العربية والدول الخارج كمان. موسيقى 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 الدنيا تغيرت خالص طبعاً مفيش شك الفيلم نفسه تغير الفيلم النهاردة بقى بيجي لنا ديجيتل السينما الفيلم كان زمان ريلز كده بتتنشر علبة والعلبة فيها فيلم بيليوكيل ده السيلولويد كل ده تغير يعني كل ده تغير والنهاردة السينما تغيرت أسلوب العرض نفسه تغير مفيش ده مفيش طبعاً شك ان فيه سوشل ميديا دخلت علينا والأفلام ديكم شايفين فالفان السينماي كله تغير وبالتالي شكل مهرجان لازم يتغير واحنا سفرنا بره وشوفنا كذا مهرجان كنت بسافر الفترة اللي بعدت فيه عن مهرجان كنت برضه متواجد في مهرجانات دولية أخرى وشوفت الدنيا تغيرت ازاي فده كل ده بعمله انتروداكشن للمهرجان بتاعنا طبعاً فيه حاجات كتير مختلفة وجديدة في الدورة دي احنا منتكلم عن دورة بتحمل أسماء تقيلة جداً من صنع الأفلام قلما يكتمعوا في دورة مهرجان واحد منتكلم عن دورة بتفتتح بفيلم قد يكون الأهم مخرج على الساحة العالمية دلوقتي المخرج ستيفن سبيلبرج في عرض الشرق الأوسط الأول في مصر نتكلم عن دورة فيها مخرج بحاجم بيلا تار بيعمل ورشة عمل مع شباب السينمائيين نتكلم عن أول منصة لتطوير الفيلم القصير في مهرجان دولي بحاجم مهرجان القاهرة بالتعاون مع مائم نعوم نتكلم عن الاهتمام بالبيئة من خلال ورشة صناعة الأفلام الصديقة للبيئة أعتقد فيه ملمح كتير جداً مختلفة نحن لجنة تحكيم وتكوين من ثلاث أعضاء اللي هما ثلاث ستات مميزات وهذا مهم جداً ومفخورة بهم ماريات غيسنبيك اللي هي المديرة تنفيذية لمهرجان برلين الدولي فيولا شافيق الكاتبة والمخرجة والأستاذة المصرية ورجال عماري المخرجة التونسية بالنسبة للقسم هذا هو بالنسبة لي من أهم الأقسام المهرجان عشان هو القسم اللي يمول الأفلام اللي راح تطلع بعض يعني الأفلام هذي بنحضرها عشان بنساعدهم المخرجين والمنتجين العرب بيعملوا أفلامهم للسنوات الجاية وهذا المستقبل للسينما الجاي يعني والأفلام اللي راح تجينا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المهرجان الأكبر والأهم والأفضل والأقوى على مستوى المنطقة العربية بالكامل خلي بالك ده المهرجان الدولي الأكبر في المنطقة احنا كانت في الدورة 44 طيب أنا لفت نظري جدا أنه فنانة ونجمنا كبير سيد حسين فهمي وطبعا هو رئيس المهرجان هو بيتكلم على التطوير اللي بيحصل في صناعة السينما وطبعا كلام أمير رمسيس المخرج البارز والمهم جدا بالمناسبة يعني وهو بيتكلم على أنه هناك الكثير من الأمور اللي ما كانتش موجودة قبل كده والتطوير اللي بيحصل والأسماء الكبيرة من أكبر صناعة السينما على مستوى العالم متواجدين معنا في المهرجان السينياتي ويمكن أمير رمسيس وشهاتي مش مجروحة وعارف أنا يعني أحبه وأعتز بصداقته جدا بس أمير تقدر تعتبره كده أنه هو رجل المهام الصعبة يعني وبالتالي لما نلاقي أنه أمير أصبح هو المدير الفني لمهرجان القهارة السينمائي فأنت كده كمان مطمئني يبقى في عندنا أستاذ حسين فاهمي وعندنا أمير رمسيس فأنا كده متطمن وبطني بطيخة صيفي خلونا ناخد معانا على التليفون مخرجنا المصري الكبير أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي أهلا 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 يا أمير يا الخير أهلا زيك وأشكرك على الكلام الجميل اللي قلته ده والله حاجة حقيقة يعني ما حدش يقدر ينكرها على الإطلاق أمير يمكن لفت نظري جدا مسألة أنه إحنا في المهرجان السنة دي عندنا مجموعة من أكبر الأسماء اللي موجودة في صناعة السينماء على مستوى العالم وبالتالي الدورة بتاعت السنة دي رقم 44 دي هي دورة فعلا مختلفة دورة شديدة التميز اشرح ليه أكتر على الموضوع ده الحقيقة نحنا من ساعتنا أعتقد أن نحنا كنا محظوظين طبعا في جهود كبيرة بازل بس يعني كمان كان فيه نسبة خاصة كبيرة أن نحنا يعني بقى فيه هذا الجمع من الأسامل قبلت أنها تبقى موجودة في المهرجان بداية من الحدث الأهم من تكريم المخرج المجري رائع بلا طار واحد من أهم المخرجين الأوروبيين الموجودين في يومنا هذا مش بس عشان يكرم بس عشان يعمل ورشة مع مجموعة من السنمائيين الشباب المصريين ويطور منها مجموعة من المشاياع القسيرة اللي هتتصور خلال الورشة أعتقد الاحتكاك بمخرج بحجم ده هي حاجة جديدة احنا تعودنا دايما أن المخرج المشهور بيجي عمل ماستر كلاس ساعة ساعة ونصف بيبقى أغلبه صحة في النزعة أكتر بس يعني الجزء العملي ده الجزء الاحتكاك ده أعتقد أنه جديد جدا وأنا سعيد دي يعني فعلا كان عندي طموح أن حاجة شباب كده تحصل من زمان في مصر تحديدا مع بلا طار ومش بس مخرج كبير جدا وعظيم بس مهتم بتدريس السينما ودريس السينما في أكبر معاهد العالم طبعا وجود نعومي كواتسي المخرجة اليابانية اللي راحت كان أكتر من مرة وخارب أكتر من جائزة كان ومهرجانات أخرى وكمان المخرجة راسمية الأولمبياد دوكيو 2020 بالإضافة على حاجات كثيرة تانية هي متعددة المجالات التنية بس فكرة أنها تيجي كرئيسة لجنة تحكيم وهو ما نظر أعتقد أنها محصلتش قبل كده زي ماريتين في مهرجان القاهرة سيدة تكون هي رئيسة لجنة تحكيم وأعتقد أن دي رسالة قوية ضد صناعة أعتقد أن هي يشهو بقى شيء من الزكورية في نصر وجود مخرجة جزت العالم زي نعومي ده إنجاز كبير جدا أعتقد أن عندنا على مستوى الأفلام حضور الصناعة بأفلامهم ده حدث مهم جدا أن المهرجان يبقى يستطيع في الافتتاح فيلم ستيفين سبيل برج الجديد لا يختلف عليه 2 من أحد أهم صناعة سينما في العالم والفيلم اللي يمكن مش هشوفه جمهورة بقى مهرجان قبل بداية 2023 مما يعني أن في شيء من الثقة من الستوديو منتج الفيلم في مهرجان من حجم القاهرة ونرقار أنه يفتتح المهرجان به أعتقد دي كلها عوامل بتقول أننا كنا موفقين أه أعترف أنه كان فيها شيء من الحظ لأنه كان ممكن كل مجهوداتنا دي للستمارية الشهور ما ينتوجش عنها كل ده بس كان في حماس حوالينا كده سندنا أن نطلع بالمشهد ده طيب ده شيء عظيم جدا الكلام اللي بتقوله ده بيخيئ فيه في دماغي فكرتين واحدة منهم تساؤل والتانية قد تكون قضية ما التساؤل هو أن وجود حد زي باللطار ووجوده كمان مشرف على ورشة للتدريب وما إلى ذلك هل من الممكن المهرجان بشكل أو بآخر يبقى بيساهم في المزيد من دعم عملية صناعة السينما في مصر وتحديدا فكرة التدريب والورش وما إلى ذلك أنه يبقى فيه عندنا مدارس سينما أو أكاديميات سينمائية كبيرة تيجي وتعمل بروتوكولات تعاون مع مدارسنا الموجودة هنا يبقى ليها مش عايزة سميها فروع ولكن يبقى بروتوكولات التعاون القائمة يعني طبعا عندي طموح ده ممكن يكون ده مشروع طويل للمدى بردو خلينا نعترف أن احنا يعني تولينا إدارة المهرجان بعد فريق ناجح جدا عمل إنجازات ملموسة على مدى بعض سنين طبعا بس إحنا بتالينا في شهر أخر شهر مارس الفترة اللي موجودة كانت تسمح بس بالتفكير في الضورة الحالية وإن كنت أعتقد برضو أن الضورة الحالية قطعت خطوات يعني غير منتظرة في ذلك يعني إحنا في جانب ورشة بلا تار نسيت أقول لك إن إحنا عندنا أربان ليو واحد من مديري التصوير الأمريكيين اللي عندهم مسيرة مميزة جدا اللي هيعمل ورشة عملية مع عدد من شباب سنعات السينما في مصر المهتمين بالتصوير ودي بقى فتحنها للجمهور من كل المدن يعني مش بس مفتوحة للقاهرة أي حد من أي مدينة عنكسة شوية مركزية تسمعات السينما في القاهرة أي حد من أسوان من المينيا حابب يقدم يقدم ولو تقبل المهاجان هيتكافل نور يكون موجود ويحضر الواشة دي ويشارك في الفعالي عملنا منصة لتطوير الكلمة القصيرة مع واحدة من أهم مؤلفاتنا ما يمنعهم أعتقد أنها ممكن تبقى نواة نهاية المشروع اللي دعم الأفلام القصيرة قدام بس على الأقل إحنا دلوقتي بنقدم الدعم اللي تقني فيها وطبعا منتقق هاس لمهي اللازال قائم اللي بيقدم جواز لتعم الأفلام للشباب الصناع وأعتقد عندنا جواز مهمة جدا موجودة فيه السينيري وعندنا ضيوف احتكاك صناع السينما من الشباب بيهم هو بحد ذاته نوع من الماستر كلاس طبعا عدلاته محاط أكبر من كده بكتير بس يعني أنا زي بقول فيه نوع من المشايا كده بيحتاج سنين لبناءهم طيب الأضاية هي أنه إمتى هيبقى الأفلام بتاعت أنا بقول ده على خلفية كلامك على مشاركة الفيلم الجديد لستيفن سبيلبرج على مسألة طب إمتى هتبقى الأفلام اللي موجودة في المهرجان موجودة في الشارع زي زمان فكان يبقى الفيلم كما يعرض في المهرجان موجود في السينما كان زمان يبقى موجود في وسط البلد زي ما كنا بنقول فهل هنرجع تاني كده ولا إيه يعني أعتقد الموضوع بحساك شوية وقت يعني إحسا تدرجيا الإدارة اللي فاتت كان فيه سينما الزمالك كان فيه عرض أن يبقى فيه سينما الزمالك اللي بيعرض فيه الأفلام تحت المهرجان فيه بروتوكول تعمل مع الجامعة الأمريكية مع مركز التحية الثقافي قاعة إيوات العرض الأفلام فيها والسنة دي كمان هتستضيف فعاليات أهم لأن العروض الأولى للأفلام القصيرة هتحصل فيها مش بس الأعداد ففيه سواسوا بالنحية دي بس يعني هي فيه إشكالية تحديداً لها علاقة بالميزانية كمان إزاي تقدر يبع عندك ميزانية مقدر ما تاخذ حق عرض السلم مرتين أو ثلاثة من أنت تاخده سبع تمام مرات عشان تعمل الدورة دي زمان يمكن أيام الخام وخمسة وثلاثين اللي كانت النسخة بتيجي مصد تتعرض يعني أعشرات المرات بس الوضع تغير مع التقنيات الحديثة صحيح موزع فيلم هو بفتاح لك أكسس أن أنت تتعرض الفيلم في الوقت اللي أنت تتعرضه فيه في القاعة اللي أنت تتعرضه فيها فيمكن برضو فكرة أننا يبقى عندنا ميزانية تسمح أننا نزود عدد العروض لكل الأفلام عشان نفتح ده أكيد خطوة نفسنا فيها بس محتاجة برضو يعني تدرس صحيح أنا مشكورك جدا أمير إلى أن نلتقي إذا سمحت في هذا البرنامج نتكلم أكتر على صناعة السينما بشكل عام ونتكلم على المهرجان بشكل خاص شكرا جدا 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 مخرجنا البارز أمير رمزيس تعالوا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل عاوزين نتكلم على المسألة بتاع التيسيرات سوق السيارات استيراد العربيات اللي جاية من الخارج لصالح المصريين المقيمين في بلاد خارج الوطن الأم كمان صندوق تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ده حاجة مهمة جدا طيب بما أن في تنمية وتمويل وسندوق وفلوس يبقى على طول هنا عندنا حاجتين عندنا على سبيل المثال الخطة والموازنة يبقى لازم على طول يكون موجود معنا ساد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة خطة الموازنة أعتقد كمان هيبقى فيه مجود معنا على تليفون المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب وإيه المانع يكون موجود كمان على التليفون إن استطعنا خبرنا الاقتصادي الكبير دكتور مصطفى بدرة على كل استنونا بعد الفاصل الأكيد لساد النائب مصطفى سالم هيبقى منورنا هنا طيب سيدات والسادة الكرام كثرة الكلام على مسألة العربيات اللي من حق المصريين العاملين في الخارج أو المقيمين أو المهاجرين لهم ما ينزلوها مصر قالوا وتبقى ملاكي وما يدفعش الجمرق بس الوديء تفاصيل طيب نفهم التفاصيل واحدة واحدة وإحنا بنرحب أولا بسادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب صديق العزيز أخويك كبير زميلنا العزيز زميل لما كنا كلنا بنشتغل في نفس داية المهنة الرائعة اللطيفة إزاي حضرتك يا أستاذ مصطفى إزاي الصحة صديق العزيز أستاذ يوسف سعيد باللقاء مدورنا أستاذ مصطفى إيه الحكاية؟ الحكاية أستاذ يوسف إحنا لازم نفهم في الأول والمشاهد يعرف ليه القانون تعمل أنا عندي مادة 88 من الدستور بتقول إيه؟ بتقول إن الدولة تكفل رعاية مصالح المصريين في الخارج وحماياتهم وتحقيق مصالحهم يعني أنا هنا رقم واحد عندي التزام دستوري إن أنا أحقق للمصريين في الخارج مصالحهم وطلباتهم الدولة استجابت لي دا قبل كده لما عملت مبادرة بيط الوطن في الأراضي طيب ظهر مطلب تاني للمصريين في الخارج من سنوات بيتكلموا فيه اللي هو إيه؟ أنا بكون في الخارج وعندي عربية باستخدمها لما باجي أنزل مصر ما بعرفش أجيب عربيتي ما بقدرش أجيب عربيتي بأضطر أن أنا بح هناك بتمن أقل وأجي هنا أشتري عربية أقل في المدلة أو أقل في الوطن وغل في القيمة طيب كثرت المطالبات الحكومة المصرية استجابت لمطالب المصريين خلال السنوات دي وحققت الالتزام الدستوري اللي في المدة 88 فدرست وأنشأت مشروع القانون في مجلس الوزر رفج عليه الأربع الماضي وأحل مجلس النواب حل يعني فيه التزام دستوري وفيه استجاب المطالب طيب اتعاملنا إزاي إحنا مع القانون أنا ليا أستاذ يوسف ده تامن دور انعقاد في مجلس النواب يعني أشرف أن أكون عوض مجلس النواب ووكيل لجنة خطة والموازنة شفت ظهرتين أول مرة شوفهم أولا السرعة الشديدة في التعامل مع القانون القانون أحيل لمجلس النواب يوم الحد وأحيل لجنة الخطة والموازنة يوم الحد إحنا لجنة الخطة والموازنة عقدنا اجتماع فورا لأهمية القانون يوم لتنين ونقشنا القانون وعدنا التقرير وأدرج في الجلسات العامة وتم الموافقة لليوم جميل النهاردة شفت ظهرة تاني أو مشهد تاني أن جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب كلها والمستقلين بتشكر الحكومة على إعدادها لهذا القانون واستجابتها المصريين في الخارج بكل يعني الطيارات السياسية اليمين والوسط واليسار والمستقلين الكل أجمع وحضرتك يعني كنت موجود معنا وشاهدت ده بنفسك الكل أجمع بكل الطيارات والتنوع السياسي على شكر الحكومة على استجابتها المصريين في الخارج وإعداد هذا القانون وعلى الحرفية في صياغة القانون القانون تم إعداده بشكل جيد وشكل حرفي فده ليه القانون اتعامل وكيفية التعامل معه من الحكومة ومن مجلس النواب لما نجي نتكلم عن القانون القانون ببساطة شديدة كده بيتكون من تسع مواد زائد مادة الناشر اللي هي رقم عشر عشر مواد تسع مواد ومادة الناشر بيتكلم عن إيه؟ بيقول في مادة الأولى إن أنا مصري مقيم في الخارج وعايز استورد عربية طيب الدولة هتعفيني من الرسوم الجمهوركية ومن الضرائب القيمة المضافة ومن ضرائب الجدول من الرسوم التنمية هتعفيني بنسبة مية في المية صفر في مقابل إيه؟ في مقابل إن أنا قيمة الرسوم والضرائب دي هعملها وديعة بالدولار في الحسابات المصرفية لحسابات وزارة المالية في مصر حلو أنا القيمة دي معفي منها هودحها كفلوسي أنا كمصري مقيم في الخارج فلوسي أنا ملكي أنا وديعة بإسمي أنا عند الحكومة المصرية في الحسابات المصرفية لوزارة المالية ده بساطة شديدة رقم واحد في القانون طيب القانون ده ينطبق على مين؟ ينطبق على كل مصري مقيم في الخارج وليه إقامة قانونية ثارية طيب هنا أصيرت عدة تساؤلات من المصريين في الخارج ومن السادة النواب طلب لو أنا مصري مقيم في مصر وليه إقامة في الخارج إقامة قانونية ثارية في الخارج هل يحق لي وأنا مقيم في مصر حاليا أن أنا استفيد بالمبادرة آي يحق لك أن أنت تستفيد بالمبادرة طالما أنت ليق إقامة قانونية ثارية طيب تساؤل تاني لو أنا مزدوج جنسية لو أنا عندي جنسية مزدوجة يحق لي أن أنا أستفيد بالمبادرة دي آي ويحق لك أنك أنت تستفيد بالمبادرة لأن أنت مصري والجنسية التانية دي إضافة ليك فيحقلك أنك استفيد بيها طيب السن أكتر من 16 سنة يستفيد من هذه المبادرة من هذا القانون يستفيد من تطبيق هذا القانون الحاجة الثالثة أن يكون لك حساب مصرفي مفتوح في أحد البنوك في الخارج مر عليه ثلاثة أشهر طيب إحنا أسرة يحق لنا كأسرة أن إحنا نستورد عربية واحدة ولنستورد خمس عربيات لو ينطبق علينا الشروط على الزوج والزوجة والأولاد لا نستورد خمس عربيات طيب أن كل واحد فينا بينطبق علي الشروط السن الاقامة القانونية الحساب هنا استثناء من الشرط أن كل واحد في الأسرة يكون لك حساب مصرفي مفتوح من ثلاث شهور يكفي رب الأسرة بس الزوج ويعفى من هذا الشرط الزوجة والأولاد في هذه الشروط الشروط اللي بنتكلم عنها اللي حقّلها الناس اللي هي تستورد طيب نتكلم عن حاجة تاني النظام هيكون النظام إزاي الحكومة هتعمل موقع أنا هدخل أسجل البيانات الخاصة بي على الموقع والخاصة بالسيارة اللي أنا عايز أستوردها وهتحصل لي هتصدر لي موافقة استرادية لمدة سنة على أساس إن أنا استورد وأنزل هذه السيارة أنا بحط السيارة الموديل المواصفات مواصفات السيارة والمواصفات الخاصة بي طيب أنا في السنة دي يعني حصل عند ظروف ومش هقدر استورد السيارة من الحق إن أنا أسترد الوديعة بتاعتي خلال السنة بالعملة المحلية لأن استرداد الوديعة سواء خلال السنة أو بعد الخمس سنين بالعملة المحلية ولكن بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد وقت الاسترداد سواء حصل ظرف ومش هستورد حققتش الاسترداد خلال السنة أو حققت الاسترداد وهسترد بعد خمس سنوات أسترد الوديعة بتاعتي بالعملة المحلية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد طيب أنا خلال السنة دي ويرت رأيي وعايز أغير موديل العربية ما فيش مشكلة طيب ما في خلال السنة الاستردادية بس هشوف بقى لو انت الوديعة لو انت الرسوم والجمارك والضرائب اللي على الموديل الجديد أعلى أعلى هدفع فرج الوديعة أقل لأ أجل ما حدش تطرق لها ممكن اللاحة التنفيذية تتطرق لها لكن القانون ما تطرقش لها تطرق إن لو أعلى هدفع الفرج أجل دي ممكن تناقش في اللاحة التنفيذية إن حضرتك عارف إن القانون ما بيستوعبش طبعا كل التفاصيل اللي حتمتزي بتعمل عشان كده عشان بتعالج كل التساؤلات دي طيب أنا هستأذن هطلع فاصل أرجع بعض الفاصل هتكملني في نفس ذات الحدوتة اللي مليانة تساؤلات من المصريين في الداخل والخارج بالمناسبة بالداخل ليه؟ هقولك ليه بس استنوا علي بعض الفاصل اللي يتقل ده هو الصح لا فلان عامل فيديو على تيك توك ولا علان عامل قناة على يوتيوب ولا كل البكش ده هجونا نجد الترحيب مرة تانية بساة النائب مصطفى سالم وكيل لاجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كم إيه لحكاية؟ هنيجي نتكلم فيه تساؤلات تانية يا سيد يوسف عن الموديل هل يحق لي أنا كمصري في الخارج إن أنزل أي موديل لأي سنة ولا محكوم بسنوات معينة هنا القانون تحدث عن إيه؟ لو أنا ملك أول أنزل أي موديل بمعنى إيه؟ يعني لو أنا عندي سيارة موديل 2010 بس أنا الملك الأول اللي رحت الأجانسة واشتريتها وهي ما زالت معايا أنا جبتها زيل وسنة 2010 بالضبط كده أنا ملك أول للسيارة يبقى من حجي أن أنا نزل السيارة دي آه مش من حجي لو أنا مش الملك الأول إلا موديل ثلاثة سنوات بمعنى إيه؟ يعني ما زالتنا 19 إنتاج 20 لا 20 21 22 لو أنا مش ملك أول يبقى السيارة هنا مستعملة ثلاث سنوات لكن لو أنا ملك أول مفتوحة ملهاش سنة موديل دي حاجة الحاجة التانية فيه التفاجئات جمهوركية مع الاتحاد الأوروبي بإعفاءات جمهوركية طب لو أنا هجيب من أوروبا يبقى أنا هدفع الوديعة في حدود الضرائب بس يعني أنا كده عمليا ما عنديش ضريبة وارد عندي رسم التنمية ما عنديش رسوم جمهوركية عند الضرائب بس ورسم التنمية بيجي حد هنا يسأل طيب لو أنا مقيم في دولة واشتريت من أوروبا لو أنا شتريت من أوروبا أنا عايش في السعودية مثلاً وعاوز أجيب العربية من ألمانيا من أي دولة من فيها الاتفاجئات طيب لو أنا هجيبها منبشرطاً من هناك أحجز واجيبها يبقى هغضع للإعفاء وادفع قيمة الوديعة بمعادل قيمة الضرائب بس حلو لكن أنا لو جيبتها من البلد اللي أنا مقيم فيها أنا هجيب مثلا عربية أي نوع من اللي بينتج في الدول الأوروبية بس هجيبها مثلا من السعودية لأ هنا هتطبق عليها إيه الاتفاقية دي حلو طيب أنا جيبت العربية وجيت مصر من حج أن أبيح حوال عليها حظر بيع زي مثلا سيارات المعقين عشان مستفيدة بمزايا لأ معليهاش حظر بيع من حج تاني يوم أن أنا دخلت العربية مصر أن أنا ممكن أبيح العربية أو أتصرف فيها ماشي مدة المبادرة دي كان مدة المبادرة دي أربع شهور أربع شهور الناس طيب ليه من خلال ست شهور تحدثنا في ده وتناقشنا في اللجنة مع وزارة المالية ومع البنك المركزي ومع وزارة الهجرة والوزارات المعنية اللي كانت حضرة معنا كانت وجهة نظرهم تمثلت في حشتين الحاجة الأولى أني أنا لو طولت مدة المبادرة قد يكون هناك أثر ثلبي أكبر على صناعة السيارات في مصر والدولة مهتمة حاليا في توجيه رئاسي زي ما حضرتك عارف بالاهتمام بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وإحنا في سبيل ده اللجنة العليا لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء اجتمعت ووضعت عدة خطوات تنفيذية لتحقيق هذه الاستراتيجية استراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر وبالفعل إحنا في مجلس النوع بهذا الأسبوع أصدرنا أول تشريع اللي هو خاص بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات تم إصدار قانون خاص بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات وأيضا قانون خاص بإنشاء صندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة دول صدروا دول أول خطوات تنفيذية فأنا بشجع صناعة السيارات فمش عايز أطول في مدة المبادرة عشان ما يكونش لها أثر سلبي أكتر على صناعة السيارات في مصر الحاجة التانية عشان ما يحصلش نوع من التراخي عند المصرين المقيمين في الخارج لو أنا خليتها 6 شهور طب إيه خليني مش هبدأ دلوقتي هعملها في الشهر السادس طب ما تمدونا مدة تاني فهي المبادرة مرة واحدة والمرة واحدة لأن دي مبادرة استثنائية ولا مدة أربعة شهور وعندك فترة الاستراد سنة سنة استراد الاستراد تستورد في خلال سنة حلو طيب أنا لو دخلت وحطيت بيانات أو أثبت بيانات غير حقيقية سواء خاصة بي أو سيارة أو بالسيارة أو أي حاجة بيانات غير حقيقية هنا هتطبق علي جريمة التهرب الضريبي التهرب الجمهوري هيعتبروني وحاكم ودي جناية وانا هنزل الاستمارة وحط بيانات غير حقيقية خلاص أنا كده داخل في جريمة التهرب الجمهوري هنا جريمة هتتصدر جناية وهتحكم كجناية ده باختصار شديد يعني إيه مفهوم القانون ومواضي القانون لما نيجي نسأل طيب تأثير ده إيه على المواطن في الداخل زي ما حضرتك قبلها بقى اللايحة تنفيزيها هتطلع إيه خلال أسبوعين القانون بيانوص بشكل واضح في المادة 8 على إن اللايحة التنفيزية تصدر خلال أسبوعين من صدور القانون طيب عشان السرعة احنا بنتكلم مجلس الوزر اللاربع تشهر يبدأوا من صدور القانون ولا من الموافق عليه في مجلس النواب ولا من إعلان اللايحة التنفيزية اللاربع تشهر يبدأوا من إعلان اللايحة التنفيزية حلو الكلام نبدأ نسجل البيانات ونبدأ نشتغل وناخد مدة السنة طيب تأثير حضرتك كنت بتسأل على المواطن في مصر إيه طبعا الفترة اللي فاتت كان فيه انخفاض كبير فيه انتاج السيارات نتيجة التدعيات لارتباك السياسي والحرب الروسية الأوكرانية وكرونا وكل الأوضاع والتضخم وكل الأوضاع اللي حصلها دي عملت تأثير وانخفاض فيه كمية السيارات المنتجة صحيح وبالتالي انخفاض فيه كمية السيارات المستوردة احنا بنستورد في مصر أستاذ يوسف في السنة يعني آخر سنة حسب الاحصائيات الرسمية مستوردين باربعة مليار دولار سيارات من الخارج احنا عايزين نعظم الصادر وانقلل الوارد وانا عندي يعني عدد المصريين في الخارج من عشرة لاربعتاشر مليون مصري هيستورد منهم عدد كبير لو انا استوردت بالعدد الكبير من المصريين في الخارج هضخ عدد كبير من السيارات في السوق المصري هتؤثر على السوق لان حصل انفلاد كبير في اسعار السيارات خلال الفترة السابقة احنا شفنا الموزعين بتخط أوفر ما يعادل قيمة ثمن السيارة نفسها يعني للسيارة بخمسمائة ألف وممكن الأوفر بتاعها بخمسمائة ألف ولذلك احنا بنلاقي ان السيارة هنا يعني المستعملة موديلات قديمة من سبع أو ثمن سنوات تعادل ثمنها الزيرو في الخارج أو الموديل الحديث من سنة أو اثنين فده طبعا كان شكل مبالغ فيه جدا في السيارات فيه مفلات فيه أسعار السيارات وسوق السيارات صحيح لما هيحصل ضخ العدد كبير من السيارات المصريين في الخارج ومعليهاش حظر بيع ومعليهاش حظر بيع فده هيكتر المعروض في السوق فطبيعي انه هتبط الأسواق احنا بدأنا نسمع النهاردة النهاردة بعد القانون ان فيه بعض أنواع السيارات بدأت أسعارها تنخفض بشكل مباشر احنا عندنا بعض تجار السيارات محتاجين يتحكموا مش يتشين قوله سمح الله يتحكموا في الميادين العامة فده طبعا هيؤثر على وده ما بيحصلش بر عش مش يقولك سلاع عرض وطلب ده ما بيحصلش بر بالضبط كده فأنا لما هزود العرض المعروض نتيجة السيارات المستوردة دي وطبعا هنشوف سيارات أنواع مختلفة وأنواع حديثة وسيارات كهربائية وسيارات كذا هنشوف موديلات مختلفة حتى من السيارات هتؤثر على حركة سير المرور يعني نوعية السيارات نفسها الحديثة دي هتأثر على حركة السير وعلى المرور وعلى استخدام الطاقة يعني لها مردود إيجابي كتير طبعا على المواطن في الداخل طيب الدولة هتستفيد قد الدولة هتستفيد زي ما المواطن المصر المقيم في الخارج هستفيد والمواطن المقيم في الداخل هستفيد الدولة تستفيد الدولة تستفيد ازاي انا النهاردة عندي حاجة ماسة للعملات الاجنبية للدولار انا محتاج عليها التزامات عايز اسددها عليها التزامات ان انا عايز اشتري مواد غزائية اشتري طاقة اشتري اي منتجات او اي احتياجات عايزها المواطن المصري فانا بدفع ده بالدولار في ظل الاوضاع العالمية وفي ظل الارتباك العالمي ده اثر على الاقتصادات كلها بما فيها مصر لان احنا جزء مش منفصل عن العالم احنا جزء من العالم بالعكس يعني الاقتصاد المصري الدولة المصرية كونها استطاعت ان هي تحافظ على الاستقرار المالي والاستقرار الاقتصادي وتحقق تنمية حضرتك كنت بتشرح من شوية الطفرة اللي حصلت دي في كل المجالات ده يعني تعظيم سلام تعظيم سلام اللي بيحصل ده فطبعا احنا في حاجة للدولار ده الدولار اللي هيتوفر ده احنا هنستخدمه لتحقيق الاحتياجات المواطنين في الداخل فالدولة هتستفيد ان هيتوفر لها عملة صعبة يجي الاخوان يعملوا ايه بقى بس قادي الاستاذ مصطفى قالها الدولة عايزة الدولارات يبقى الدولة مش هتردعها لا يا فندم ده مش دين عشان الناس فهم غلط الناس بتردد كلام غلط ده مش دين ده ده فلوسي دي ودعتي زي ما بروح اي بنك من البنوك دي فلوس مثلا احمد صلاح صاحبي ده واحد صاحبي دي فلوس احمد صلاح جاب العربية حط الوديعة دي في البنك بالزبط انا لما بروح احط وديعة باسمي في اي بنك دي فلوسي وده بنك انا لما بحط الوديعة في الحسابات المصرفية لوزارة المالية هل معنى ده ان ده دين على الحكومة او دين على الوزارة لا قطع لشك بيقين هو الناس قبل كده لما اتعملت شهادات قناة السويس الاخوان طلعوا قالولهم الحكومة ده حكت عليك وهتاخد الفلوس الثلاث سنين عدوا والناس خدت العائدات بانتظام وخلصت مدة الشهادة والناس استردت فلوسها ميد فل واربعة عشر الساز يوسف الواقع العملي والواقع الحقيقي اسلم الرد على هذه الشائعات زي ما حضرتك ضربت المسأل كل الكلام ده اتجال ساعة قناة السويس هل الناس خدت فلوسها وخدت عائدها ولا لا ده نفس الحكاية ده وديعة باسمي في الحسابات البنكية المصرفية اللي باسم وزارة المالية لكن ده وديعة مهاش دين على الحكومة المصرية الحكومة المصرية ملتزمة ان هي ترد لي هذه الوديعة بعد خمس سنوات بسعر العملة المحلية بالعملة المحلية بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد سواء كان خلال السنة لو انا هغير رأيي او جبت العربية وهسترد بعد خمس سنوات ده ببساطة شديدة ولو في اي تساؤلات لحضرتك او اي حد على السوشيال ميديا حلو مستعدين لها حلو جدا طيب هل في مستهدف يعني مثلا اقول والله انه احنا متوقعين مش اقول حتى مستهدف في توقعات انه يا ترى هل ترى ايه التوقع اللي ممكن يبقى جاي في حجم السيارات اللي دخلها وبالتالي الحجم التدفق المالي اللي هيتحط في اطار هذه الوداء احنا زي ما تحدثنا بس يوسف احنا عندنا من 10 الى 14 مليون مصري مقيمين في الخارج عندهم تحويلات دولارية في السنة حوالي 32 مليار وعندهم دخل اكبر يعني لو احنا توقعنا احنا نتمنى ان كل المصريين يستفيدوا زي ما قلنا في الاول من المادة 88 من الدستور ان الدولة تحقق لهم مصالحهم وتحميهم وتحمي حجوجهم وتكفي الحقوقهم احنا عايزين كل المصريين يستفيدوا من هذه المبادرة لان دي مبادرة قد لا تتكرر قد لا تتكرر مرة اخرى لكن احنا يعني متوقعين ان العائد يكون مثلا من 5 مليار الى 10 مليار ونتمنى ان كل المصريين يستفيدوا والدولة المصريية تستفيد برضي وان يكون العائد بشكل اكبر سيد مصطفى طبعا احنا يا حظنا يا بختنا ان احنا وانحنا بنجد نكلم مع وكيل لجنة الخطة والموازنة فكل حاجة بالرقم وفاش هزار السرد اكتر من رائع اشكرك يعني انا فهمتك كمان حاجات ما كنتش عارفها بصراحة وفي نفس الوقت اعتقد ان احنا كده كلنا فاهمين القصة يا فرصة من ذهب جت للناس نورت وشرفت ومخلص المجلس سيادتك مش انا طبعا مخلص الساعة 8 ومص 9 بالليل وبردو جت لنا فيعني بجد خطوة عزيزة واشكرك من قلبي انا اللي بشكرك وانا بتشرف بحضرتك وبالسادة المشاهدين شكنا طبعا هقولي انت ازاي تقولي استاذ مصطفى هتعودنا نقولي استاذ مصطفى يا استاذ مصطفى ده بعيدا عن الصفة النيابية كنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب نورنا وشرفنا بصورنا علاقة بي تمتد لحوالي دلوقتي 11-12 سنة فدي علاقة اخوة وصداقة ومحبة وكل حاجة في الدنيا فاشكرو مرة تانية اظن حضرتك كده كل الحدوطة عندك عايز من الاخر هتجيب عربية بسعر بلد برة لا اجانس المش عارف ايه هيتحكم فيك ولا علاني العلاني يقولك حط الاوفر ولا ترتني الترتني يقولك هتستنى 15 ولا مش عاجبك خلاص يعني جو قلة الادب اللي كان حصل في السوق من بعض التجار في ايدك تخرسه تجيب العربية وميت فل وتنزلها ومش هتدفع على ماليين جمرك وحطاتهم وديعة وتستردها بعد خمس سنين تجهز بها العيين ده الاسرة الواحدة اكتر من العربية الاسرة الواحدة اكتر من العربية اللي مش عاوز يجيب العربية ويبيعها لي انا ما عنديش اقامة في حتة والله على كل شكرا جدا لحضراتكم والحسن المتابعة كل شكرا مرة تانية لسات النائب مصطفى السلم ووكيل لجنة الخطة والموازنة دقايق لا فيش دقايق سواني يكون موجود معاكم كريم رمزي ورقم عشرة اما العبد لله يلتقيكم غدا لو كنا لنا العمر اول ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات